الفرونتال بون من العظام المكونة للكرينيوم ومن حيث نوعها فهي عظام منفردة يعني لا فيه من هراية ولا ليفت والفرونتال بون بتتكون من جزئين جزء فيرتيكل عمودي وجزء هورزينتال أفقي الجزء العمودي بيطلق عليه اسم سكوماس بورشن وبيشكل الفورهيد أو ما يسمى باسم الجبين اللي هو مقدمة الكرينيوم والفيرتيكل بارت بيحتوي على الفرونتال ساينسز اللي هي الجيوب الأنفية الأمامية واللي موجودة على كل جانب من جانبين الميتساجتال بلين ومن أهم علامات أو لاند ماركس الموجودة في الفيرتيكل بارت للفرونتال بون هو وجود السبرسيلياري أرشز أو ما تسمى بالأقواس الحجابية والأقواس الحجابية عبارة عن بروزين عظميين موجودين فوق منطية الأوربت وبيتصلوا ببعض من خلال منطقة برزة للأمام بيطلق عليها اسم جلابيلا أما الجزء الثاني للفرونتال بون اللي هو الهوريزينتال بارت بيطلق عليه اسم أوربيتال بليت اللي هو سقف الحجاج والجزء الأفكي للفرونتال بون بيعتبر المكون الرئيسي للأنتيريور كينينيا الفوسة اللي هي الحفرة الدماغية الأمامية ومن أهم علامات أولندي ماركس الخاصة بالجزء الأفكي هو وجود السبرة أوربيتال فورامين أو السبرة أوربيتال نوتشز وهي عبارة عن سقوب موجودة فوق كل أوربيت بيمر منها السبرة أوربيتال نيرف اللي هو العصب الفوق حجاجي وبرضه من أهم علامات الجزء الأفكي للفرونتال بون هو وجود منطقة ما بين الأوربيتال بليت بتسمى باسم اسمويد نوتش ودي المنطقة اللي بتستقبل الكريب ريفورم بليت الخاص بالاسمويد بون واللي هنوضحه أكتر في الجزء بتاع الاسمويد بون اشتركوا في القناة